النهاردة انا النهاردة كنت بتكلم في المقدمة اشتبه انت عارف برضو يعني مفيش عزار حتى يعني انا عادت ادور اعرف انا جاي النهاردة باعمل انترو او اعمل حلقة يعني بروح يمين الشمال اصلي ملعب كان وحش الحاكم كان وحش اصلي مش عارف في الجماهير فيش اي حاجة تخلي الزمالك يزهر بالمستوى ده النهاردة ناو انت انت ملعب ايه وجماهير ايه وحاكم ايه وحتى لو الناس دي كلها وحشة تلاو في الاخر اسم نادي الزمالك فيه الناس اللي لابست شرط جاهز فني كامل كل المنظومة داخل نادي الزمالك ده شرط نادي الزمالك لو انت مش مقدر وريح شوية بقى عشان ما تتعبناش لان انت ورج مايربي الملايين والموضوع صعب قوي كريم موضوع صعب قوي انت بتتكلم عن فرقة مع كل التقدير والاحترام لها لا في فرق مستوى وفرق كل حاجة كل حاجة مستوى تسيبك من التاريخ التاريخ ده ممكن ايه يعني يعني مقصودش ان يسيبك من التاريخ لا لا ممكن الفريق يتأسس من سنتين بس يعمل فرقة حلوة فممكن الله ينور عليك يعني برامنز مثلا فريق بقى له تاعة اربع سنين بس فرقة فرقة قوي جدا انما انما الفرق المستوى الكوالتي بتاع العيب نفسه انتو النهاردة بتقولوا ان احنا اقل كوالتي من الفرقة دي طب ازاي انتو انتو فرق امكانات مادية فرق عقود فرق فلوس فرق 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 لو قاعدت تعد مننا لسه انتو انتو عندك كمان نهاردة لعيبت الزمالي كان في دوليين بيشاركوا يا حسن عم بجيط بالوقت بقى لعب دولي حاتب سوكة لعب منتخب وليم بقى عندك اتنين منتخب تونس في الجزيري وحمزة المسلوسي حمد صبح حالس منتخب مصر انتو عندك لعيبة دوليين بقى يعني دول لعيبة كبيرة بقى المفروض رسمي يعني رسمي كبار لأ هو الموضوع الموضوع بجد محتاج واقفة خد بالك يا كريم فيه اوقات انت بتبقى انت كلعيب كرة الكرة مش مساعداك الكرة مش ماشي معاك احنا مقلبك وروحك فين ايوا قتالك على الكرة فين احنا تعرضنا للمواقف دي كتير قوي اوقات بصة كريم فيه اوقات كتير قوي احنا ما كناش بناخد فلوس خالص ايوا انا الكسة دي بقى اللي كنت لست جاهلك فيها خالص ما كناش بجد ما كناش بناخد يعني عايز اقولك ان ممكن كان فيه اوقات في بداية الموسم تصرف اتنين ونصف في المية اتنين ونصف في المية لو مسلا على سبيل المثال يعني لو انت مسلا عقدك عشر تلاف جنيه مع عشرين الف جنيه طبعا مش عشرين الف جنيه تاخد مسلا الف جنيه ولا الفين جنيه وفي الاخر لو اتنين مليون جنيه تاخد مية الف جنيه انا برضه عشان اقرب يعني مليون جنيه ايه ده ما كناش بن انا بقول مسلا يعني على ايامنا باتا كنتش تاخد فلوس أصلا يعني ده نوعزه ده اللي هو بيقولك إيه زي بيقوله أنا آسف في اللفظ يعني الوصف العادي حط بنزين حط بنزين يعني روح حط بنزين شاي و أهوة و أكل و بتاع خد حط بنزين خد كله و أكل بيتك بس بس وتروح ملاعب زي دي كنت بيتموت نفسك أصلا أنت مش هتشتري يعني يعني خد بالك فكرة أني أنت تبقى مش موفق في الكورة دي موجودة طبيعي محدش يقدر يختلف فيها إنما فكرة أني أنت تبقى بليد جري بليد روح بليد قلب لأ دي نقطة أنا مش مصدقة في لعبة نادي الزمالك النهاردة النهاردة لا نخوة ولا روح ولا قلب وإدارة فنية سيئة جدا 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 من ميستر أسوريو إيه اللي شفت النهاردة سيئة من أسوريو؟ كل حاجة كل الجيم أنت النهاردة ميستر أسوريو بدأت الجيم 4-1-4-1 طيب أنت عايزي من الجيم أولا أول حاجة أول حاجة عرفه في الكورة أنا لازم احترم الخصم كويس قوي صحيح هو النهاردة محترمش الخصم خالص أنت النهاردة بتلعب بتلاتة المفروض أنه هم الثمانيتين والستة الثمانيتين نسبة أو إمكانياتهم الدفاعية بعيدة خالص عن أن دول يلعبوا ثمانيتين على رغم أن أنت عندك بره اتنين ممكن يلعبوها سواء أشرف روق أو عمر السيسي تتكلم على أوباما وشكبالة؟ أوباما ونضاي لأن شكبالة كان بيلعب على طرف من الطرفية ساعات كان بمدر هو نضاي يعني الشيط الأولاني شكبالة كان بيلعب هافرايت فأنت أوباما مستحيل تاخد منهم وأدوار الدفاعية الأدوار الدفاعية الكاملة أوباما بقى له فترة بجري جداً ما بيلعبش وعلى فكرة أنا متوقع لأوباما السنة دي موسم استثنائي عشان الناس برضو تبقى إيه عشان ما بقاش أنا بقول حاجة وخلينا منطقي أنت لو هتقسوا على إبي الزمالك هتقسوا عليهم في المباراة دي بس الله ينور عليك يعني لسه اللي جاي بقى احنا نشوف إن شاء الله الله ينور عليك فإنما الأساس يا كريم من عندك من الأساس أنت عندك مشاكل مترقمة كبيرة جداً 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 بيني عن الفنيات بقى يعني بص الجود ده يعني أنا نفسي أفهم أنا باكلفت نفسي أفهم مع إنه ابني ومن ولادي وربنا يا كريم وبلعب منتخب أولمبي إزاي الموقف الدفاعي بتاعي بقى كده يا كريم هاتوا تاني يا جماعة الكورة يعني بص الموقف الدفاعي بتاع باكلفت نادزة مالك هل إنت كمدير فني وإنت شغال مش بتعلم أنا فيه أول يوم اتمرنت فيه مع كرول بص كله أخطاء باكلفت أولاً مش موجود بص حسامة عبد مجيد فتح له المساحة لازم يدايق عليه المساحة جداً إزاي انتك كده وبعد كده بص أولاً فكرة إن انت تبقى باكلفت وجوشة تلفجون وبتدافع كده ممكن انت تجيب أجون في نفسك ماشي الغلطة الأولانية البقرة يتفين الغلطة الثانية حسامة عبد مجيد لازم أدايق المساحة إنه هو ملعبش أنا إيه الغرض من إن أنا دافع إن الكرة دي ما تتعملش إما بالعرض أو تتباصة لازم أدايق على المساحة جداً الغلطة الثاني إن الباكلفت جايب يغطي وهو جايب يغطي وشه للجول لو لمس ترجله في أي اتجاه في أي اتجاه جول جول فأنت كمية غلطات أنا فكر يا كريم أول يوم اتمرنت فيه مع كرول مع مين؟ مع كرول كرول طالع متصعد من النشئين وبيعلمنا الوقفة في طريقة 4-4-2 فأنا واقف بدافع الكرة معمولة بالعرض من ناحة اليمين فداخل كده زي حتم سكر ماشي فوشي للجول بس أنا الكرة شلتها برجل الشمال لبره تلعد نسكني مش عايز أقولك عنفني بشكل فظيع ليه؟ عشان الوقفة المفروض المفروض شكل الوقفة بتاعك يبقى مختلف نبقى وشك ظهرك هو للجول مش وشك للجول عشان ما تجيش فيك بالشكل ده أو ممكن تقلش منك أو ممكن وبعدين لما تجي تشيل الكرة زي دي ما تشلهاش بالشمال الأعرب إيه؟ انت قرية دي تثبت بالشمال ما تثبتش باليمين ففيه غلطات تكتب وحاكي السكر زي ما قلنا هو لعب واعد ولعب بس هو لعب مع منتخب قليمبي عدد كويس من مباراة لعب مع الزمالك تنموسم من مباراة عدد كويس من مباراة فاللي انت بتقول دوت المفروض بقى خبرات لحد مامك يكتسبها يعني تعلمت اه انت ما في لو المدربين اللي اشتغلوا معاك بيعلموك قلب بك وره مش تبقى في الموقف الدفاعي ده خلص كريم ولا انت ولا حسان يا حسان ده بشوف المنتخب قليمبي حاجة تاني خالص طب ايه اللي بيجرأ لك في نات الزمالك ايه اللي بيحصل لك حاجات كتير جدا يا كريم في الكورة احنا احنا كناس محللين او بنتفرج او بلمدربين لا احنا بنعلم الكلام ده بنعلمه فلو مستر أسوريو مش بيعلم الولاد دول والمدربين المنتخبات مش بيعلموا الولاد دول ده مشكلة كبيرة جدا